أيام قليلة تفسيرنا عن امتحانات شهادة البكالوريا التي تأتين هذه السنة في ظروف استثنائية عكس السنوات الفارطة وسط إجراءات خاصة لضمان سلامة وراحة الممتحنين من الوباء المنتشر في البداد نقول في ظروف استثنائية سواء من حيث الإجراءات التي ستكون جديدة بالنسبة للتلاميذ هذه إجراءات وقائية نقول للتلاميذ بأنها إجراءات في صالحكم وفي صالح الجميع وبالتالي هي إضافة من المفروض لتوفير ظروف الملائمة لإجراء هذا الامتحان بالنسبة للتلاميذ شهادة البكالوريا الرهان الذي يجب أن ننتبه إليه هو مسألة تطبيق أو تجسيد ما جاء به البروتوكول الوقائي الصحي خصوص ما تعلق في مسألة التباعد كما تعلمون بأن عدد التلاميذ في البكالوريا سيكون كبير زائد المؤطرين زائد المشترفين على الامتحان تحضيرات في كل الجوانب عملت عليها وزارة التربية لحماية التلاميذ ولأن بكالوريا 2020 جاءت استثنائية فطبيعة المواضع والأسئلة تتماشى والظروف التي عرفها الموسم الدراسي هذه السنة كان هناك اتفاق لوزارة التربية الوطنية تكييف مع هذه الظروف وحاولت أنها تعدل الموضوعات وحتى طريقة الإجراء حسب هذه الظروف وتعيين نائب مركز لأول مرة مهامه صحية طبيعة الأسئلة تأخذ نوع من الإجراءات المخفصة أي أنها تكون في مستوى تلميذ المتوسط والوزارة كتحارصة على وضع الأسئلة التي تم تنفيذها فعليا في الأقسام بكالوريا 2020 ستبقى في ذاكرة الممثحنين هذه السنة بعد السوسبانس الذي عاشوه منذ أشهر حول مصيرهم شكرا